السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الصفثات متوسط نرجع ونحل أهم الأسئلة المرشحة للغة الإنجليزية عدنا السؤال القواعد اللي هو السؤال الثاني فرعأي وفرعبي وعليه عشرين درجة طلاب هاي أكثر الأسئلة المتكررة بالامتحان الوزاري طبعا عدنا السؤال يقول يعني واستخدم هذي طلاب الدعوة طبعا طلاب هذي تيجي نصا يعني شو بطلاب يعني موضوع الدعوة هذا ادعو موضوع الدعوة إجقالك ادعو صديقك أن يأتي إلى حفلة تخرج المدرسة استخدم شو راح نحل هذا السؤال طلاب العزاء راح نجي نقول عفوا راح نجي نستخدم ننزلها راح ننزلها نزلناها اللي هو قال لك استخدمها ونبدأ من هاي نبدي نهاية الجملة to school to come عفوا to come to the school graduation party ونخلي علامة استفهام ونخلي علامة استفهام بالنهاية واضح؟ خلينا علامة استفهام في النهاية هنا طلاب هذا السؤال مهم ودائما يجي بالامتحان الوزاري عندك طلاب بعد عندك divine a doctor كذلك يجي ومرشح مهم كذلك يجي divine معنى تعرف يعني طلاب هذه عليها أربع درجات وفوعد راح لك أسئلة تجي نصا بإذن الله من يقول لك عرف الدكتور تقول للدكتور يعني هذه خليها أولا هذه أولا وهذه ثانية عرف عرف الدكتور divine a doctor تقول له a doctor هذا الآي سوي capital هذا الآي سوي capital a doctor هذه الجملة لازم أنت حافظها is some one who أحفظها هذه الجملة طلاب أحفظها هذه الجملة is someone who وتخلي هاي treats treats اللي هو sick people إذن طلاب هذي تيجي نصا بالامتحان الوزاري الدكتور ممكن يغير لك الدكتور بس أنت لازم تعرف divine شون معناته عرف ونفايت شون معناته ادعو هذا اللازم يجنك بالامتحان الوزاري واضح طلاب بعد عدنا السؤال الآخر السؤال الآخر اللي هو كذلك مرشح سارة انجويد بلاي تنس سارة سارة انجويد طلاب شي ذكرك الانجويد بالماضي بلاي تنس شون في الجملة اللي بالماضي أخلي دينت ورا الفاعل يعني ورا سارة راح أخلي هنا سارة هنا راح أخلي سارة أوكي نقطة الثالثة سارة didn't دائما تجي بالامتحان الوزاري وأسئلة مرشحة مهمة جدا جدا بعد عدنا طلاب 13 و 10 تير the time يعني الساحة 13 و 10 شون راح نحل شون راح نحل هذا السؤال 13 و 10 راح نقول 13 طلاب يعني نقول 13 ناقص 12 إذا عبرت 12 نطرح من 12 يعني هنا على صبحة يعني بالورق نقول 13 ناقص 12 ساوي 1 يعني الساعة بالوحدة إذن it is من عندنا نكتب it is بالوحدة يعني one هي قال لك بالوحدة و 10 قال لك بالوحدة و 10 it is one 10 it is one 10 تحليت هسه بكل سهولة وبكل بساطة هذه الأسئلة نكمل السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده حسن إزفات حسن فراغ make sentence more polite اجعل الجملة أكثر عدبا إذا قال لك الجملة اجعل الجملة أكثر عدبا بس تخلي طبعا بهاي الجملة هي أنواع الوصف المؤدب بس هاي الجملة إذا لقيت ما لقيت نفي ما لقيت كانت ولا لقيت بعد هاي علمت لكيها فيديو سابق لح شوف الفيديو الموجود بقناتي يعني قبل اسبوع نشرت حسن إزفات ش سوي حسن فراغ حسن إز إز أبت فات يعني تخلي بين الإز وبين الفات أبت ش راح تصير طلاب النقطة الخامسة راح تصير حسن إز أبت هاي تخلي الأبت فات وتنهجم يعني بس بين الإز وال أبت خلي إز أبت اللي هي حسن سمين حسن سمين قليلا يعني شوية سمين نقدر نقول هذا وصف مؤدب للناس بعد عدنا هنا ذني طلاب أهم الأسئلة المرشحة لامتحان القواعد بالنسبة لفرح أي بعد راح نطيكم بقية الفروع بعد راح للكم أسئلة مهمة جدا رابطها موجود أسفل وصف فيديو طبعا هذه الأسئلة أسئلة 2021 التمهيدي أو الدور الأول 2021 إن شاء الله يعني فهمتوها من لكم كل التوفيق مع السلامة